اهلا بك في الحلقة الاولى من سلسلة tell me a story السلسلة دي حلقتها تترفع على التطبيق اسبوعيا يعني في حلقة سبتة كل اسبوع ولكن هتكون متأخرة في رفعها على يوتيوب زي ما اتفقنا قبل كده السلسلة دي حدفي فيها اني انمي حصيلة المفارضات بتاعتك في مواضيع مختلفة زائد استعمال مصطلحات وتعابير كل ده في اطار تقوية مهارة الاستماع عندك لانك في البداية هتسمع القصة من غير اي مساعدة بعد كده هنشرح بعض الاجزاء فيها اللي انت هتكون محتاج توضيح لها ولاني بعتمد على انك ماشي بالتعتيب فالحاجات اللي شرحناها قبل كده في الكورسات التانية مش هنشرحها هنا خليك معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ابراهي معادل انت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الانجليزية على قناة the american english course tell me a story ما تنساش تنزل الملخص اللي فيه القصة مكتوبة ومصورة علشان تبقى تراجع منه طبعا من خانة الملاحظات تحت الفيديو على التطبيق الملخص ما فيهوش ترجمة لو انت احتكت ترجمة يبقى اضفها انت بايدك ولكن ده مراجح لكش تعال بقى نشوف الفقرة الاولى وهي القصة نفسها هتسمعها مرة واحدة واي ان كانت النسبة اللي هتفهمها منها ما تعدهاش مرة تانية يلا بينا There were a hundred and two passengers on the plane They were waiting for the plane to take off But the plane was just sitting there The plane couldn't take off without a pilot The co-pilot was already on board But the pilot wasn't Where was the pilot? The flight attendants didn't know The co-pilot didn't know The passengers didn't know Finally the pilot got on the plane He was singing and laughing He waved to all the passengers He said hello He told them his name three times His eyes were bloodshot His breath smelled of alcohol He said Are you all ready to fly? We're going to fly We're going to fly high into the sky A passenger close to him was angry Why are you so late? The pilot said I'm not late You're early Ha 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 He laughed at his own joke You're drunk The passenger said He dialed 911 The police came They talked to the pilot They took him off the plane He was still laughing and singing Mom, if the police take the pilot to jail Who will fly our plane? A little boy asked his mother The flight attendant announced that a new pilot would arrive shortly Many passengers looked at their watches Now we're going to get into the history We're going to use a couple of pages With the Arabic and English And we'll show you a quick video If it was needed Let's see There were 102 passengers on the plane They were waiting for the plane to take off Misafery Passengers What are we saying On the plane? We used the word on On We didn't teach us about that In the car So we use on In With the vehicle The fact that it is not on the plane Any methods that you can access your location It's a helicopter It's a helicopter Any methods that you walk away Until it reaches your location بتاعك دي اسمها on ولذلك حتلاقينا بنقول in the car ليه لان انت اول ما بتفتح الباب حب بقيت في المقعد بتاعك in the taxi نفس الطريقة وعلى المقابل حتلاقينا بنقول on the boat on the train on the plane on the bus ليه لان كل دول بتحتاج تمشي فيهم الاول لحد ما تقعد في المكان بتاعك طيب نكمل but the plane was just sitting there the plane couldn't take off without a pilot ايه دا ممكن اقول على الطيارة انها جالسة ايوة تقدر الجلوس في اللغة الانجليزية غير خاص بالبشر والحيوانات الجماد كمان ممكن تقول عليه انه sitting اذا كان المعنى اللي عاوز توصله انه ثابت ما بيتحركش فالطيارة هنا ثابتة على المدرك بتاعها ما بتتحركش طبعا لعدم وجود طيار طيب ثابتة وقعدة كده بنقول ايه sitting وهتلاحظ هنا ان كلمة there يعني هناك لا تعود على اي شيء سابق لها بنقول جالسة هناك هناك فين بقى ما قلناش بس انت طبعا اعرف لوحدك هتكون الطيارة وقفة فين مستني الطيار اكيد على المدرك نكمل كلمة co-pilot يعني مساعد طيار في بعض الوظائف برضو بنقول عليها co كذا ولكن مش معناها وقتها انك اقل رتبة من الشخص الاخر يعني لما نقول co-pilot عرفنا ان ده طيار مساعد فيه طيار رئيسي اقدم منه واكثر خبرة وهو المسؤول عن الطائرة وعن الطيار المساعد فيه وظائف تانية بقى مش بيكون ده المعنى بيكونوا الاثنين زي بعض لما نقول مثلا هنا ده مش مدرس مساعد اقل رتبة لا ولكن ده معناه ان فيه اتنين مدرسين اتفقوا انهم يدرسوا الفصل ده مع بعض ودي بنعملها كتير جدا لاغراض مختلفة فيه مثلا برضو عندك معناها ان الفيلم ده مثلا له اكتر من مخرج فيه مخرج مثلا بارع في اخراج المعارك الحربية واحد تاني بارع في كذا والتالت بارع في كذا فيه افلام بيكون الميزانية بتاعتها ضخمة وبيكون فيها اكتر من مخرج وما بيكونش فيهم مخرج مسؤول عن بقية المخرجين لا مفيش واحد رئيسي والتانيين مساعدين لي لا طيب نكمل طبعا flight attendant يعني مضيفة طيران وتمشي على الرجالة كمان نفس الاسم نقول عليه مضيف طيران وهم في الحقيقة ليهم اسماء كتير ممكن تكون انت قبل كذا سمعت air host للراجل و air hostess للست أو steward للراجل و stewardess للست والحقيقة كل دي اسماء مش منتشرة مش منتشر اوي steward stewardess air host air hostess المنتشر اكتر هو اننا ياما نقول flight attendants مضيفين طيران ياما نشير ليهم كلهم منقول cabin crew cabin crew يعني طاقم الكابينة طاقم الرحلة يعني he waved to all the passengers he said hello he told them his name three times his eyes were bloodshot لما نقول bloodshot bloodshot كوصف للعين اصدنا هنا انها ملتهبة وحمراء نتيجة عن التعب مثلا او حاجة تانية ولكن الطيار هنا يبدو انه مكنش تعبان يبدو ان في حاجة تانية داخل سعيد وبيغني حتى وهو بيعرف الناس باسمه قالوا ثلاث مرات تعال نكمل his breath smelled of alcohol he said are you all ready to fly we're going to fly we're going to fly high into the sky الباشا كان جاي سكرون لما تحب تقول كانت تفوح من فلان رائحة كذا ممكن تقول smelled of كذا طبعا درسنا قبل كده ان يضحك على معناها laugh at مش on طيب هنا احد المسافرين بيزعقل وبيقوله ايه اللي جايبك متأخر الطيار قاله انا مش متأخر يا باشا انت اللي جيت بدري وقعد يضحك على النكتة اللي هو بنفسه قالها تلاحظ هنا اني بقول نكتة نفسه هو بنفسه قالها ودي هي فيدة كلمة own لو قلنا his joke كانت تمشي وكنا هنفهم برضو من السياق ان الطيار هو اللي قال وهو برضو اللي ضحك ولكن لما ضفنا own كذا كأنك بتقول بالعربي وضحك على نكتة نفسه بتوضحها لنا اكتر كلمة drunk دي التصريف التالت من drink يعني يشرب ولما بنقولها على عوامها كده من غير تخصيص بنكون قصدنا انه يشرب ايه كحول يعني كلمة drink لوحدها كده معناها ايه معناها يشرب كحول ازاي لو سمعت واحد بيقول هنا الكلام كله على الكحول فقط لو عاوز تقول مياه او عصير او اي حاجة من دي فمعليش هنتعبك ابقى زود الكلمة دي وقول drink water او drink juice اذا هنا في الجملة دي بيقوله drunk يعني ايه يعني انت شارب كحول لحد ما سكرت انت سكران طيب هل كلما اشوف drink في جملة وجات لوحدها كده مش مكتوب بعديها السائل اللي بيشرب دي كده يبقى معناها دائما كحول الا اذا خصصناها الاجابة التخصيص لو نوعين يعني اما يكون تخصيص باضافة كلمة او يكون بقارينة تدل على الكلام ازاي يعني يعني مثلا اقولك يعني المسلمين في رمضان لا يأكلون ولا يشربون اثناء اليوم هنا اكيد من القارينة كده بتاعة سياق الجملة اكيد لا يأكلون معناها ويأكلوش اي حاجة ولا يشربون معناها نفي اي سائل يدخل الفم فدي قارينة بتدل على ان الكلام مش على الكحول فالتخصيص هنا جه من سياق الكلمة مثال تاني angels don't need to eat, drink or sleep يعني الملائكة لا تحتاج ان تأكل ولا ان تشرب ولا ان تنام فهنا برضو المعنى واضح جدا ان الكلام على اي نوع من انواع الاكل الملائكة لا تحتاجه اي نوع من الشرب اي مدة من النوم فدي قارينة انما لو شفت الجملة مبهمة وما فيهاش اي قارينة تخصصها زي مثلا the only problem i have with tom is that he drinks a lot the only problem i have with tom is that he drinks a lot هنا بقولك ان المشكلة الوحيدة اللي عندي مع tom انه بيشرب كتير فهنا الكلام على اي مفيش اي قارينة تخصص لنا حاجة معينة الكلام كده يبقى على الكحل دفعنا they took him off the plane he was still laughing and singing mom if the police take the pilot to jail who will fly our plane a little boy asked his mother طبعا اخذنا في المستوى الاول كرس تعالى من الصفر اننا بنقول pilots fly airplanes وده الفعل زي ما بتقول i drive my car والفعل يقود بالنسبة للطيار هتلاقينا بنقول للفعل fly fly the airplane the flight attendant announced that a new pilot would arrive shortly many passengers looked at their watches كلمة announce معناها يعلن عن كذا زي ما بتقول مثلا واعلنت الحكومة عن كذا أو هذا وقد صرح مصدر مسئول كذا كذا فيعلن أو يصرح دي الكلمة الرسمية بتاعة يقول أو يخبر إذن tell أو say ده كلام عادي يمشي عامية ويمشي رسمي ولكن لو عاوز تتكلم بكلام أعمق شوية وتخليه لبق أكتر وأكتر رسمية هتقول بدل say أو tell هتقول announce ولكن دي في المواقف اللي تحتمل قمة الرسمية في الكلام بس فهنا المضيفة أعلنت في الميكروفون الداخلي إن فيه طيار تاني هيجي طبعا الركاب مش مبسوطين بالحكاية دي وفضلوا يبصوا في ساعتهم ويا ترى اللي حييجي المرة دي حيكون سكران زي أخينا اللي فات ده واللي طيب اسمع بقى القصة مرة كمان مصحوبة بالنص الإنجليزي تحتها ومتكتفيش هنا حتسمعها مرة كمان بعديها من غير أي نصوص أسيبك أنا بقى مع القصة وأشوفك الحلقة إن شاء الله ما تنساش تبقى تحمل الملخص شكرا مشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة من يوم خ �AT تحذجه قسم بالدخوت شكرا للمشاهدة الب Fabian رحضح المروح في ع renting خورة المستمر 退ها العظم There were 102 passengers on the plane. They were waiting for the plane to take off, but the plane was just sitting there. The plane couldn't take off without a pilot. The co-pilot was already on board, but the pilot wasn't. Where was the pilot? The flight attendants didn't know. The co-pilot didn't know. The passengers didn't know. Finally, the pilot got on the plane. He was singing and laughing. He waved to all the passengers. He said hello. He told them his name three times. His eyes were bloodshot. His breath smelled of alcohol. He said, Are you all ready to fly? We're going to fly. We're going to fly high into the sky. A passenger close to him was angry. Why are you so late? The pilot said, I'm not late. You're early. He laughed at his own joke. You're drunk. The passenger said. He dialed 911. The police came. They talked to the pilot. They took him off the plane. He was still laughing and singing. Mom, if the police take the pilot to jail, who will fly our plane? A little boy asked his mother. The flight attendant announced that a new pilot would arrive shortly. Many passengers looked at their watches. He walkedstalkافietus There's no milkymage people There's no muss. No jury. There's no muss. arrested Hitler Jerusalem late For those Yes 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 اشتركوا في القناة